هل توجد طريقة معينة لقراءة وفهم الكتاب المقدس نعم هو أن أقرأ بروحي الصلاة ويرشدني الروح القدس لكي أفهم وأقرأ العهد الجديد وأنظر منه إلى العهد القديم لأنه لا يجب أن أقرأ الكتاب المقدس من وجهة نظر العهد القديم بل من وجهة نظر العهد الجديد إليه وهذه النظرة السليمة لفهم صحيح للكتاب المقدس ولكلمة الله هذا الأمر تعرف عويص وصعب وكثير من النظريات والأفكار لكن أقدم لك خلاصة صحيحة وسليمة تساعد كل من يقرأ الكتاب المقدس يعرف أنه يجب أن يبدأ من العهد الجديد ويقبل من العهد القديم ما ينسجم مع العهد الجديد ترجمة نانسي قنقر